هذا في امريكا رجع من اللي يسمع الفيديو انه هو يعمل سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس وعمل لايك لصفحة الفيس المنحة دي تبع شركة شنيدر إلكتريك للطاقة والحوسبة الشركة دي العام العاشر على التوالي بتعمل منحة او اللي هي جايزة لمساعدة وتشجيع الباحثين على مستوى العالم كله لأي حد عنده فكرة في المجالات الادية Sustainability Access to Energy Building of the Future Plants of the Future Grants of the Future الاربع مجالات دولات اي عندك اي حد عنده فكرة فيهم يقدم ويسجل في المنحة دي المنحة دي عبارة عن ان حضرتك لو عدمت الفكرة بتاخد جواز من اربعة كالتالي طيب اي شروطها ان حضرتك تكون طالب في سنة تانية بكادريوس الى الماجستير يعني من اول سنة تانية في البكادريوس في المجالات الاتية للبكادريوس ان انت لسه بتعمل بكادريوس في الفيزياء والرياضيات والاعمال والهندسة والحاسبات او اي علوم مرتبطة بالاربع حاجات اللي انا قلتلك عليهم دولا طيب حضرتك عندك استعداد تروح وان الفرق الفريقي اللي انت تدخله بعد كده يكون فيه امرأة على الاقل كمان حضرتك تتواصل مع المنحة باقل من يوم 30 2021 اللي هو نهاية التقديم للموضوع طبعا انت هتسجل التسجيل ده يا جماعة مرتبط بانك هتعمل يعني رابط على المنحة بعد كده هتعمل بمشاركة عشان تدخل في فريق اي فريق على الاقل لازم يتكون من اتنين وتكون طبعا واحدة فيهم امرأة لازم الفريق يبقى فيه امرأة عشان دعم للمرأة هم كانت بين كده مشانا اللي بقول فالشركة تعمل بها بارتسبات عشان تدخل في فريق من الموجودين سواء تكمل فريق موجود او تعمل فريق من جديد طبعا ده هيتعيبه موجود ومتاح في الرابط اللي تحت الفيديو في الوصف طيب انت لو نجحت ايه اللي يحصل هتاخد منحة من اربعة اول حاجة ان انت لو انت نجحت اما تروح بوستن في امريكا ويجعلوك تروح فريق الشركة بتاعت شنيدر في امريكا في بوستن ويودوك الاما اي تي اللي هو معهد مجلسو ستزيل التكنولوجيا ويودوك المعامل جرين تاون او تروح بلاس فيجاس في فريق الشركة هناك او تروح دعم ويعملوك تحقيق اللي انت عملته في الواقع تطبيق لافكارك اقرب حاجة للمرأة دي بيعملوك اجتماع ليهم ويعملو لهم الف دولار في كل واحدة في الفريق لتدعمهم طبعا جماعة تاخد جايزة من الاربعة دولار المددلين يوم تلاتين واحد الفين وعشرين مش مطلوب منك اي حاجة بس يكون بس معك الانجليزي كويس مش هطلوب طبعا ألس ولا طويفل بس انت هتعمل يعني عرض بالانجليزي فيعني الانجليزي بتاعك يكون كويس بس مش مش طلوبين ألس ولا طويفل او حاجة تسويهم يعني المنحة كويسة جدا يا جماعة وبتأهلك الحاجة دي دي ولو عندك شهادة زي دي بعد كده ممكن تأهلك لمنح تانية دكتوراه لو انت في الماجستير او ماجستيل لو انت لسه في الباخداريوس او منح صيفية يعني دي بتأهلك كتير جدا وبتكتر فرصك في المنح بعد كده وبتقل السيفي بتاعك او ممكن بعد كده ربنا يكرمك وتشتغل مع شركة شنيدر نفسها طبعا هي شركة عالمية وبتستقبل الأفكار الكويسة وبتعمل استخطاب للناس اللي ممكن ينفعوها بعدين او اللي يقدمو لها أفكار في مجال الطاقة او الحوسبة تحيات لحضراتكم دكتور محمد أنس الباز